أي رقم لحزمة المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا؟ ربما تكون الحزمة الأربعين أو الخمسين لا يهم فلا يكاد يمر شهر ربما يقل أو يزيد أياما إلا وتطل علينا الولايات المتحدة بإعلان دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا المساعدات الجديدة التي أعلنتها الخارجية الأمريكية قبل ساعات تتمثل في 200 مليون دولار في صورة مساعدات دفاعية من ذخائر وطلقات مدفعية هذه المساعدات التي لا يتوقف زخمها تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة الصارم بدعم كيف في مواجهة العمليات العسكرية الروسية وتعزيز سمودها وهجومها المضاد وكانت مصادر أمريكية أعلنت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس 13 مليار دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى توفير أكثر من 7 مليارات دولار للدعم الابتصادي والإنساني لأوكرانيا والدول الأخرى المتضررة من الأزمة مساعدات تتلوها أخرى وبأرقاب تعادل ميزانيات دول مجتمعة ويكفي للتدليل على ذلك أن الكونغرس أقر في ميزانيته الحالية 45 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية سنة الميزانية الاتحادية في سبتمبر المقبل ومع كل هذا الدعم لم تحقق أوكرانيا اختراقا ملموسا ولم يؤتي هجومها المضاد أكله الأمر الذي يفسره مراقبون بأن واشنطن تعمل فقط على منع هزيمة أوكرانيا في هذه الحرب فيما تقف أوكرانيا ورئيسها مع كل خسارة مكررة مطالبها للغرب عبر ضفتي الأطلسية هل من مزيد؟ ترجمة نانسي قنقر